أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن العراق ليس طرفاً في تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران وتتوحد الكلمة بين العديد بين الأطياف العراقية السياسية والدينية الداعمة لإيران والرافضة للوجود الأمريكي خاصة عقب تصريحات الرئيس الأمريكي بعدم الانسحاب العسكري من العراق العراق لن يشارك في تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران رسالة واضحة على لسان رئيس الحكومة العراقية عاد العبد المهدي تصريح هو الأول له منذ توليه المنصبة في أكتوبر الماضي ويظهر فيه الانعطاف عن سياسة سلفه حيدر العبادي فعلى الرغم من عدم تأييد العبادي للعقوبات الأمريكية فإنه قال إنه سيلتزم بها حفاظا على مصلحة العراق غير أن موقف عبد المهدي جاء متزامنا مع تصريحات رجل الدين العراقي علي السستاني حيث قال إن العراق ليكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر في إشارة إلى إيران السستاني شدد على أن العراق ليقبل أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته واستقلالية قراره مواقف عبد المهدي والسستاني تذكر بمطالب بعض قادة الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران والتي صعدت لهجتها حيال الوجود الأمريكي في العراق وقالت إن هذا الوجود يتعارض مع استقلالية البلد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها في العراق وأن هدف هذه القوات رصد الأنشطة الإيرانية والميليشيات الموالية لها هي التي زادت من غضب الموالين لإيران إضافة إلى حنقها من فرض العقوبات عليها أسباب تكاتفت لتولد ردة فعل ربما تشترك في المواقف من الحكومة والشخصيات الدينية بالإضافة إلى الميليشيات التي تأتمر من إيران مواقف ترفض الوجود الأمريكية من جهة وتعمل بكل الجهود للوقوف إلى جانب طهران وآخرها إبرام الجانبين اتفاقا لرفع مستوى العلاقات المصرفية بين البلدين أعلنت إيران البدأ بمد طريق سريع ضمن مشروع يهدف الربط السورية بإيران بريا مرورا بالعراق يبدأ الطريق الجديد من مدن بستون وكرمنشاه وأحميل داخل إيران ويمتد إلى الحدود العراقية تقول إيران أن الطريق يهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدان الثلاث يأتي المشروع في وقت تتواجد فيه قوات عسكرية ومليشيات عديدة تابعة لإيران في سوريا وفي العراق تتلقى دعما مباشرا من طهران معنا من عمان مستشار المركز العراقي للدراسات الدكتور مؤيد المنداوي أهلا وسهلا بك إلى حوارات المساء لو نبدأ بتصريح رئيس الوزراء عدل عبد المهدي عن أن العراق ليس طرفا في العقوبات الأمريكية على إيران أليس هذا تصريحا غريبا ألم تكن التصريحات السابقة للحكومة العراقية وخصوصا عدل عبد المهدي في البداية في غير هذا الاتجاه وعلى الأقل لم تكن واضحة بهذا الشكل بأنها لن تكون مع العقوبات أولا ثانيا إيران دائما تقول بأن العراق خفض أو أوقف حتى استيراده وتجارته مع إيران في النفط نفط كاركوك بعد العقوبات الأمريكية ما الذي يحدث؟ هل كلام غير الواقع أم أن هناك تغيير وتبديل في الموقف؟ مساء الخير عزيزي يعني اليوم التصريح الذي قاله السيد الرئيس الوزراء جاء متزامنا ويستقبل المحافظة البنك المركزي الإيراني وكان متوقعا منه هذا التصريح عدل عبد المهدي ابتداءا حاز على منصبه نتيجة لتوافقات سياسية بين جماعات فازت في الانتخابات هي الأقرب من غيرها إلى طهران ولكن بنفس الوقت هناك تناقضات التصريحات العراقية يعني في نيويورك وزير الخارجية لا يزال يصرح أننا نحتاج الدعم الدولي في مسائل إعادة الإعمار في مسائل الحرب على الإرهاب والعراق طرف التحالف الدولي للحرب على الإرهاب بنفس الوقت تأتي هذه التصريحات في تصعيد كبير غير طبيعي من جماعات سياسية قريبة جدا من طهران لأجل تشريع قانوني جديد يدعو إلى إخراج القوات الأمريكية ردت عليه السفارة الأمريكية اليوم بكلام جميل جدا عندما قالت أن المشرع العراقي لا يستطيع أن يطالع جيدا طبيعة الاتفاقات المعقدة بين البلدين وبالتالي هذه الحملة ستتصاعد وهي مستمرة منذ وقت طويل على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري الإيرانيين يصعدون من طرفهم أيضا صراعهم مع واشنطن على الساحة العراقية نحن نتخوف من هذه التصريحات التي تطلقها فصائل مسلحة تحاول أن تقدم تحذيرات مننا قد نهاجم أهداف أمريكية في العراق وبالتالي هذا النوع من الأحاديث حقيقة مقلق جدا إلى الجانب الأقليمي تذكر الآن في واشنطن ونحن نتحدث هناك الدعوة لأن يقام شكل من الناتو العربي أو الأوروبي ترد عليه طهران أننا لا نقبل باحتلال جديد بدل الاحتلال قائم الإيرانيين موجودين بوقعاتهم في سوريا أما هذه موضوع الطرق وغيرها قبل أن نأتي إلى الطرق دكتور شرحت لنا الوضع الإقليمي لكن اسمح لي أن أسألك عن رأيك في مستقبل هذه التصريحات الحكومية العراقية يعني برأيك كيف سيكون موقف العراق من العقوبات الأمريكية على إيران كيف سيتعامل معها باختصار ثم نذهب إلى موضوع الطريق البري يعني إجرت محادثات مكثفة على أعلى المستويات بين الطرفين للتهرب من هذه العقوبات بطريقة أو أخرى ولكن نحن نعلم أن منظومة التحويلات المالية الدولية مراقبة ومتابعة جيدا وليس بالإمكان المصارف العراقية أن يكون طرف بأي تحويلات مالية مع إيران وإلا سوف تتعرض للعقوبات الأمريكية أيضا الشركات العراقية التي قد تكون طرفا في مبادلات تجارية مع طهران عليها أن تنتبه عدى ذلك أيضا ستكون عرض هي وأصحابها لعقوبات أمريكية ما تبقى هو التعامل اليومي عبر المنافذ الحدودية العديدة الموجودة التي تربط البلدين في تجارة للسلع والبضايا الاعتيادية نحن نتكلم عن عقود تجارية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات تذكر حجب التجارة العراقية الإيرانية ما بين 12 إلى 14 مليار سنويا وبالتالي هناك تعقيدات لن يستطيع عبد المهدي أن يتجاوزها في علاقاته مع واشنطن في مستويات مختلفة كيف تريد أن يأتي العالم ويعيد العمار في الوقت الذي أنت لا تستجيب إلى خطة دولية تتعلق بأسلوك السياسي خارج الميزاني تجارة حجة مقبولة يعني أن يكون هناك طريق تجاري وكان في السابق بين سوريا والعراق والعراق والأردن وربما يكون هذا شيء مهم بالنسبة لهذه الدول كيف ترى أنت هذا المشروع وما الذي ورائه؟ أكيد بش تجارة يعني أنا أعتقد هذا هو مجرد التصريحات لا معنى لها في الوقت الحاضر سوى جزء من المناكفات السياسية ردا على الحضور الأمريكي في مواجهة إيران في ملفات مختلفة منها الملف النووي ومنها دعم استقرار العراق الإيرانيين العراقيين لا يمتلكون أموالهم كافية لتطوير أي مشاريع من هذا النوع لديهم في الواقع مشاريع أسست في الثمانينات تربط العراق من الخليج إلى الشام إلى عمان بطرق دولية واضحة الطريق الدولي الرئيسي بين طهران وبغداد عبر ادياله هو طريق ضعيف جدا يحتاج إلى إمكانات مالية عالية العراق يقترض ومدين بأموال طائلة أنا لا أعتقد أن الإيرانيين لديهم القدرة على توفير أموال إضافية هم الآخرين اليوم هم يصرحون أن يواجههم مشاكل نتيجة العزلة الدولية نتيجة عدم قدرتهم على تأمين احتياجات مهمة للصناعة والتجارة والاستهلاك الإيراني وبالتالي لا أجد بهذا الطريق في الوقت الحالي على قل تقدير سوى تصريحات سياسية تنسجم مع تصريحات مماثلة تؤكد حجم العلاقات العراقية الإيرانية أمام الولايات المتحدة عدا هذا هناك طرق كثيرة تربط إيران مع العراق سواء في إسليمانية غرب بغداد البصرة عبر الشلامتة وهكذا ما موجود حاليا هو يكفي وبالتالي ليس هناك حاجة العراقين ليس لديهم الكثير مع طهران اقتصاديا هم اقتصادياتهم تنظر إلى الغرب تنظر إلى تركيا لديهم منافذ بحرية والآن عقدت مع الأردن اتفاقيات للاستفادة من ميناء العقبة من هناك تأتي الموارد العراقية وليس من طهران والعراق ليس لديه شيء ليصدره إلى طهران أو إلى آسيا لكن اسمح لي دكتور ميين في نقطتين أود أن أشير إليهما يعني بعض يقول بأنه بسبب القوة الشرائية المنخفضة للمواطن العراقي فهو أحيانا يفضل البضاعة الإيرانية لأنها أرخص حتى سيارات يعني هناك يقول أن السيارات الإيرانية باتت أرخص وأكثر في العراق هذا أولا ثانيا الطريقة التي تتحدث عنها إيران هنا أكيد ليست للتجارة ولكن لنقل ربما ميليشيات أو سلاح أو غير ذلك هل هو تصريح معنوي بأن السلاح والميليشيات ستستمر في التنقل بين هذه الدول الثلاث يعني نحن نعلم أن واشنطن حريصة تماما في هذه المرحلة لأخراج القوات الإيرانية من سوريا وجزء من هذا الحرص هو مراقبة الطريق الدولي ما بين بغداد إلى الحدود السورية سواء على طريق البوكمال أو على طريق التنف الأمريكان متواجدين هناك ولديهم قواعد عسكرية واسعة ومهمة وبالتالي سيحولون على أي حضور على الأرض لمرور قطعات وأسلحة إلى سوريا وبالتالي هذا أمر ثابت في السياسة الأمريكية على أقل تقدير وفق ما صرحوا قبل قليل اليوم بوميو وزير الدفاع الأمريكي في مؤتمر دولي كبير نتوقع أن نسمع بعد قليل خطاب الرئيس ترامب في هذا الشأن وبالتالي الرسالة المطلقة إلى إيران أن أخرجوا من سوريا ساهموا بدعم استقرار العراق ابتعدوا عن تدخلكم في اليمن حاولوا أن تعدوا ترتيب الأوراق في لبنان بما يؤمن الاستقرار هذه الرسالة تختلف تماما عن ما تريده طهران في الواقع وبالتالي في العراق الأمريكان موجودين الآن نتوقع الكثير خلال الأيام القليلة القادمة حملة إعلامية واسعة من أطراف سياسية محسوبة على طهران أو قريبة منها تدعو لخروج القوات أمريكية من العراق وهذا أمر لن يحصل في المستقبل القريب شكرا جزيلا ضيفنا من عمان مستشار المركز العراقي للدراسات دكتور مؤيد الوينداوي